قلت لحضرتك أن أسبابه كتيرة والأعراض بتاعته كتيرة زي ما قلنا التهاب حد بيحدث في المفاصل وكاد يحدث معاه زهور نتوقات في الجلد وتكوين حصوات في الكلة نتيجة زيادة حمض اليوريك في الدم وبالتالي إفرازه في البول والحمل على الكلة لو هنتكلم على مثلا أسباب النقرس هنلاقي أن في أسباب عديدة جدا هنلاقي أن أهم عامل من أسباب النقرس أو التهاب المفاصل النقرسي هنلاقي عندنا عامل وراسي كبير جدا في النقرس يعني هنلاقي مثلا حوالي من 18% إلى 20% من كل من يعاني بالنقرس هنلاقي عنده في عامل وراسي أحد في العيلة أو في الأسرة عنده نقرس هنلاقي في أسباب تانية كتير العامل الغذائي برضو مهم جدا في النقرس الأشخاص اللي هم بيعتمدوا على البروتين في الأكل زي ما أنت حضراك في الأول يسموه ده الملوك ده الملوك لأنه بيعتمد على أكل البروتين كتير موجودة في اللحوم الحمرة ومحارة البحر والمأكلات البحرية والأسماك ده طبعا عامل كبير جدا لأن الأشخاص اللي هم بيعتادوا على أكل هذه الأنواع ده طبعا عادر